طيب ده كانوا نتكلم على الأشكوات كمان برضو يعني زمن لك محمد جمال سأل سأل مهمة جداً لمدير الفني لنادي الودياد قال له انت صرحت تصريح قلت ان انت قبل المطش الزهاب انت هتلعب على الجناحين بتوع النادي الآلي وفشلت تعمل ده الرد فاندر بروك كان بيقول والله احنا طريقة لعبنا في القاهرة سأل قاهرة غير طريقة لعبنا على مركب محمد الخيم شايف هل يستطيع الودياد ان هو يقدر يلعب على مفاتيح النادي الآلي على الأجناب هو الودياد في الاساس اعتماده من الأجناب وخصوصا من الناحية اللي يميني اللي سينادي اكتر معه في الدور المغربي او حتى في دوري ابطال افريقيا الخطورة بتاعته محتى ده اللي جي منه الجول في مطش الزهاب خطأ من الاهلي هو مش من عجمة منظمة بس قدر ان هو يستغل الخطأ دوت ويسجل هدف فهو الودياد اه اختمامه اكتر من على الهجوم من على الاطراف ممكن ما قدرش ان هو يحقق الافضلية اللي هو كان متوقحة في مبارات الزهاب بس عنده امل ان هو يحقق في مبارات العودة وان هو يحسن منها هدف ممكن يساعده ان هو يكسب البطول وزيما محمد قال هو فعلا الودياد على ارضه هو السنة دي وحش خصوصا في دوري ابطال افريقيا يعني في اخر مباراتين قدام سنبا في ربع النهائي قدام سنداونز مسجلش غير هدف واحد وكمان سنداونز كمتساعدة العيبة فالفريق على المستوى اللعب على ارضه وسط جمهوره هو مش افضل شيء ممكن مش بنقول ان الجمهور بيشكل عليهم ضغط بس الفريق مش بيمرش بافضل حالاته لان اغلب العناصر متراجعة من الاساس الاهلي محتاج يكون اهدى شوية محتاج ان هو يكون عناصره عارفة تقف على رجليها في ارض الملعب خصوصا ان لو عرف دروي اهدو اول ربع ساعة دي هتفرق مع الاهلي جدا وصورة كمان ان الوداد ما عندوش الانياب الحقيقية ان هو يعني يحقق عليك اي فرص مجردات الزهب كلها كانت اهداء اغلبها كانت فرص من مرتدات او من اخطاء دفاعية بسيطة للاهلي مع ان الصحفي المغربي سأل مرسل كولر قال او يعني التعليق بتاع صحفي المغربي قال والله احنا الوداد لعب ماتش كبير جدا على النادي الاهلي في الزهاب وقال انه كان ليه خطورة شكل خطورة طوال التسعين ديئة وهدد مرمى نادي الاهلي في العديد من الفرص مش مؤال ده انا بحس ان الصحافة والجمهور المغربي احترمنا ليهم طبعا ان هما بيحاولوا يقللوا الضغط على الوداد وبينقلوه للنادي الاهلي لكن الاهلي المراضي تحس ان العيبة قهدة والرد ببقى دايما تأكيد تتفرج عمالش تاني فدايما تلاقي الردود الاهلي ردود بسيطة يعني مبارح مثلا عمرو الصلاية بيقولوله استاد الرعب مركب محمد الخامس قال لهم يا جماعة يعني ده جمهور مش هيلعب معنا واحنا بقيت على العيبنا هنا اخر خمس ثلاث سنين لعيبنا خمس مباراية نهاية قاسر تشيفز في عشرين اتنين واحد وعشرين السنة اللي فاتت قدام الرجاو الوداد والسنة دي برضو قدام الرجاو الوداد فبالتالي العيبة الاهلي اتعودت على ده ياسر إبراهيم حتى كله قالوا ان الجمهور مش هينزل يلعب معنا في أرض الملعب حتى فكرة ان هم واغدين الاهل اللي حيحاول يثقر من الوداد عشان خسر نهايين قبل كده برضو عمرو السلية اللي هم يا جماعة دي مش حارب دي دمات شكورة وفي الأول وفي الآخر احنا هدفنا ان احنا نكسب الوداد هدف انه يكسب والأفضل هو اللي يفوز فأنا بحس ان الصحافة المغربية والجمهور المغربي بيحاول يبعد الأنظار عن ان الأداء الفني أو الأداء الفني للوداد قليل بانه يصدر ان الأهل فكرة ان الملعب مرعب ان الجمهور وان انت عندك تاريخ سيء مع النهايات قدام الوداد فأعتقد ان الأهل يتعاملوا النفسي وده أهم حاجة لان الأهل دلوقتي عنده بدكتور نفسي فيه أو طبيل نفسي فيه جهاز الفني يقدر يساعده دي حاجة مهمة جدا